اذا تم استبعاد سينوان طالقت الان الجياد في شوطها السادس في هذه اللحظات جياد الانتاج السعود عمر الاربع والخمسة نوات التي كسبت سباقا واحدا انطلاق سريع الان لجعيث من الخارج في هذه اللحظات بالاضافة الى محاولات في هذه الاثنان من قبل سليل الشرف من الداخل بالاضافة الى محاولات كارينة من الداخل ايضا وهناك ايضا محتشم وباريس نجد وشبلة مذهل من الخارج والتنافس على الصدارة ثنائي ما بين جعيثن وايضا سليل الشرف في هذه اللحظات التي تقترب معها الجياد من منعطفها الاخير وجعيثن متصدر ما شاء الله في المركز الاول هناك محاولات قوية من قبل كارينة في هذه اللحظات وباريس نجد ومحتشم والحمدية ايضا من الخارج تأخذ الان الجياد طريقها المستقيم وجعيثن ما شاء الله متقدم ومتصدر وهو المرشح في هذا الشوط بشكل كبير ما شاء الله لقوة الابلة المائتي متر الاخيرة في هذا الشوط وجعيثن بن فرادية تامة ما شاء الله في المركز الاول يواجه ايضا دخول قوي من بقية الاسماء المتنافسة ولكن اجعيثن يحسمها بوصوله اولا الى خط نهاية الف مبروك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة